بالتزامن مع هجومها العسكري في أوكرانيا، صعدت وكالات الاستخبارات الروسية من واتيرة هجماتها الإلكترونية ضد الدول التي قدمت مساعدات لأوكرانيا. وفقاً لبحث جديد، نشرته شركة مايكروسوفت أشار إلى محاولات اختراق مدعومة من موسكو في أكثر من أربعين دولة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية. وبحسب التقرير فإن الكثير من الأنشطة السيبرانية المرتبطة بالكريملين استهدفت الحكومات التي تعد جزءاً من منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو. كما شملت الأهداف أيضاً المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والجماعات الإنسانية التي تقدم الدعم للاجئين الأوكرانيين فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات وشركات الطاقة. الصحيفة أوضحت في تقريرها أنه مع تكاتف تحالف الدول للدفاع عن أوكرانيا، كثفت وكالات الاستخبارات الروسية من اختراق شبكاتها وأنشطتها التي تستهدف الحكومات خارج أوكرانيا. كما يبدو أن هذه الزيادة تركز بشكل أكبر على الحصول على المعلومات من داخل الحكومات التي تلعب أدواراً حاسمة في استجابة الغرب للحرب. ولم تقدم مايكروسوفت بيانات لمقارنة الموجة الأخيرة من العمليات السيبرانية الروسية المحتملة، لكنها تحدثت عن زيادة في نشاطها. وفي وقت سابق حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن موسكو ستستهدف الولايات المتحدة بهجمات إلكترونية. هذا وشهدت الولايات المتحدة أكبر نسبة عمليات اختراق من أي دولة خارج أوكرانيا بنسبة 12% من الإجمالي العالمي منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ترجمة نانسي قنقر